بسم الله الرحمن الرحيم ألف لأمر فيك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه القرآن العربي لعلكم تقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبيل من الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبه والشمس والقمر رأيته لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيده لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يشغيك ربك ويعلمك من تاويل الحاديث ويسم نعمته عليك وعلى آل يقوب كما أسمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم الحكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحك إلى أبينا منا ونحن عصرة إن أبانا لفي ضلال مبين اقسلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يحلو لكم وشؤبيكم وتكونوا من ببه قوما صالحين قال قال قائل مننا تقتلوا يوسف وأخوه في غيابات الجبية تقطوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تامننا على يوسف وإنا له لناصحون قال أرسلوا معنا ضد يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الزيب وأنتم نغافلون قالوا لينك له الزيب ونحن عصرة لنا إذا مخاصرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إله لتنبئنهم بأمرهم هذا وهو لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء أن يكون قالوا يا أبانا إنا ذابنا نستبقوا وتركنا يوسف عند متاعنا وسركنا يوسف عند متاعنا فأكله الزيب وما أنتبه من لنا ولكننا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال ابن سوى نتلكم أن فسقوا أمرا فأصمر جميل والله المستحال على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدناد الوهو قال يا بشرى يا هذا غلام وأصروا بطاعة والله عليم بما يعملون وأشره بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي الشراه من مصر لمرأته أكرمي متاه عسى أن ينفعنا أرتقزه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الرضي ولنعلمه من تاوين لحاذين والله ظالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعما وكذلك نجز المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وظلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن متواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرآبها لربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وسبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدرباب قالت ما جزاء من راد بأنك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب ننيم قال إن يراودتني عن نفسي وشهد شاهد من نها إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من خاطئين وقال نسوة في المدينة ماءة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتادت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقال تخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه واقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا هو إلا ملك كريم قالت فذلكم الذي نتنني فيه ولقد راوته عن نفسه إفسصا ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصابرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلي وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فسجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع عليم ثم بدى لهم من بعد ما رأى أولايات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فقرسي خزا تأكل الطير منه نبئنا بتاويله إنا نراك من المحسنين قال لا ياتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويله قبل أن ياتيكما ذلكما مما علمني ربي إني طربت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة الكافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعنى الناس ولكن أثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أعرباب متفرقون خير من الله واحد القهار لا تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكو إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين قيم ولكن أكثر الناس لا يلمون يا صاحب للسجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصعب فتاكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه السفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه مسكرني عند ربه فأنساه الشيطان ذكرى ربه فلبت في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سماني يا كلهن سبع نجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملغوا افتروني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغط أحلام وما نحن بتاوي للأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما واتكر بذ أمة لنا أنبئكم بتاوي له فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سماني يا كلهن نسب عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبار فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك سرع شداد يا كلما قدت لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغوة الناس وفيه يصرون فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك افسأله ماذا لنسوة سلاتي قطن أيديهم إن ربي بكيدهن عليم قال ما قطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة عزيز لا نحفحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لمخلوب الغيب وأن الله لا يهدي كيد القائلين وما أبرئ نفسه إن النفس لأمارة بسوء لا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك توني به أستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين نمين قال اجعلني على قزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في رضي يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء لا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة أتي خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما أجهزهم بجهازهم قال أتوني بأخلكم من أبيكم ألا ترون أن يؤوف كيل وأنا خير نزلين فإن لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أليهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخوانا نكتل وإنا له لحافظون قال لا أمنكم عليه إلا كما أبنتكم على أخي من قبل فالله خير حفظاهم وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردة إليهم قالوا يا أبانا ما نضيك هذه بضاعتنا ردة إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخوانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لنرسله معكم حتى توتون موثقا من الله لتوت النبي به إلا أن يحاطبكم فلما آتوا موثقه قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من بواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شاء إن الحكم إلا لله عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء من لا حاجة في نفس يقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تتأس بما كانوا يعملون فلما واجهتهم بجهازهم شعر الصقاية في رحل أخيه ثم أذنه والذين لياتها العير إنكم لسوارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع ملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في رضي وما وكنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنت كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه في رحله فهو جزاؤه ort ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأصرها يوسف في نفسه ونذبها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فقد حدنا مكانه إلا نراك من المحسنين قال معاه الله أم ناقذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إلا إذا لنظالمون فلما السيئسوا منه خلصوا نجيان قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباك قد خذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلا نفرح وارضى حتى يازن لي أبي أحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا لغيب حافظين وأسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بسولت لكم أنفسكم أمرار فأصر جميل عسى الله أن ياتيني به جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنه وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله اتتعوا تذكر يوسف حتى تكون حرضا تكون من الهالكين قال إنما أشكوا بثي وحزي إلى الله وأعلم من الله لا لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسون يوسف وأقيه ولا تعيئسه من روح الله إنه لا يعيئس من روح الله إن لقم كافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز أريد مسنا وأنا ندر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا القي لا تصدق علينا إن الله يجزل تصدقين قال هل علمتم ما فعتم بيوسف وأخيه إذا تجاهلون قالوا أهنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصرف فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد ترك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تتريب عليكم أنهم يغذر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هاتا فأقوه على وجه أبيات بصيرا وآتوني بألكم أجمعين ولما فصوت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف ولولا أن تفندون قالوا قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير أقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم قل لكم إني أعلم من الله ما لا تلمون قالوا يا أبا نصفرنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور رحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إله أبوي وقال ادخلوا بطر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على عرش وقروا له سجدا وقال يا أبا هذا تاوين رؤيا من قبل قد جعلها ربي حمضا وقد حسن بي إفرجني من البجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نثر الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم بقد أتيتني من الملك وعلمتني من تاوين الحديث فاطر السماوات وعرض أن تعوني في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء وابنوحيه إليك وما كنت لديهم إذا جمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثروا الناس ولحرص بمؤمنين وما أتألوه عليه بنجر إنه وإلا بكل العالمين وكأهم من آية في السماوات ولضيبون عليها وهم على مرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تاتيه واشية من عذاب الله أو تاتيه مستعتبتة وهنا يشعرون أولا هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتنا من اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرطنا من قبلك إلا رجال يوحى إليهم من القرى أفاهم يسيروا في رضي فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تقلون حتى إذا السيئة الرسل وظنوا أنه قد كذبوا جاءه رسلنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولين الزاب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتصديق كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة